السلام عليكم ورحمة الله معاكم ليجيستيك كيف الحال؟ كان عندي مقطع حق جيم بلاي رح نزل اليوم بس كانسلت لاني كذا سولفت مع واحد عن محتواي وعن محتوى لعب بشكل عام في قناتي وقلت ابي ناقش موضوع او سالفة او اتفلسف موضوع لفترة ابي اتفلسف عنه كنت وبرضا كنت رح اخلي المقطع هذا زي بوس فلسفة او زي مرحلة النفق بس قلت لا هذه مقاطع لها روحانيتها الخاصة ما ابي اخوش واثر عليها بشكل عام فخلونا نبدأ موضوع اليوم بسؤال عام او مندري لحظ انه سؤال خاص هل تحتاج مهارة بالالعاب عشان تصير صانع محتوى العاب وقايمينج كويس؟ هم السؤال ذا تبادر براسي بعد ما شفت مقابلة للأسر تجاوب على السؤال ذا ولدرغل صنع الناس رددت في البداية قلت هلا سوي مقضع تكلم عن هذا السالف او هذا الموضوع ولا لا لكن قلت في النهاية لازم ابي تفرع بالموضوع زيادة احاول قدر الامكان يتفرع في ما رح اخلاص اصير الموضوع يشير مرة عميق عشان كذا تركوا المقابلة هذي وخلونا الحين نبحث في عالم صناعة محتوى الالعاب والفيديوهات والستريمز ما بجيك وعطيك خلفية وتواريخ ومعلومات مرة مملة كذا واثقل عليك اهم شي بس تتذكر انه لما اتكلم عن صناعة او صناع محتوى الالعاب اتكلم عن ستريمرز وعن الجيمرز يعني فرضى نتكلم عن بانداريتا اوبلس جاك سبتيكاي او بيديو باي برضو عن اليوجيستيك المفرض محطة يتسمي بينهم صاحس ما في مجال للمقارنة يعني من الافضل واحد من بينهم اذا ما تتفق ان الافضل افتعل فين تحط رايك اكيد بالكومنتس يعني باللايك والديسلايك يعني وين تحطوا مثلا يعني خينتم عقولكم وصخة الله يهديكم الله يهديكم ليه نتابع محتوى الالعاب والجايمينج النقطة دي ما رح يتفرع وتفلسف فيها كثير لان احس معقدة شوي يبيلها مقطع كامل بس تتكلم عن هذا الشيء لكن لو في اجابة مختصرة هي انه الاغلب ما عندهم وقت يلعبون اللعبة والبعض ممكن ما عنده التكلفة المادية حكت اللعبة او الجهاز اللي يشغل اللعبة وبرضو فيه متغيرات صغيرة بالنهاية ما تأثر مرة على النقطة انه مقاطع الجايمينج مختصار مرة ممتعة وانتشارها اكبر دليل على هذا الشيء اللعبة هي المحتوى بالنسبة لي شخصيا استصع باحيان اشوف مقاطع التختيم لأي صانع محتوى فرض ان يسوي سلاسل او مقاطع تختيم اللعبة معينة لاني افضل اني اروح لعب اللعبة بنفسي مرة صعب يجذبني المحتوى الا نادر وعلى حسب اللعبة صاني جالسة اللعبة فيجيني ملل بسرعة اذا ما كان صانع المحتوى بصمة كبيرة على المحتوى على المقاطع اللي هم سويه يعني كمثال تعليقه يكون خفيف طيب اوه دجاجة او يكون شبه منعدم او مو محترف باللعبة قتلني حتى ممكن ممكن ففرضا لو اتابع سريمز حق نينجا انا بتابعها عشان نينجا محترف في فورتنايت فرضا اوكي ولو ابي اتابع مقاطع حق اللعبة بروح اتابع الولكثرو اللي باختصار تكون مقطع كامل عن اللعبة فقط وما في اي كومنتري ما في اي واحد جالس يتكلم في الخلفية او اي شخص موجود غير اللعبة بس جالسة تنعرض قدامك كمثال ثاني سلسلة بندريتة حقت ماريو مايكر تابعتها كاملة وبرضو مقاطع مانكرافت حقته تابعتها كاملة لني استمتعت مره معه مره مره عجبتني عجبتني شخصيته عجبتني اشياء كثيرة فيه وهذا يجيبنا للنقطة الثالثة صانع المحتوى هو المحتوى اقصد بالكلام ذا انه اللعبة وسيلة عشان توصل اسلوب صانع المحتوى للمشاهد يعني بيودي باي لما اشوف يلعب اي لعبة ما اتابع عشان اللعبة لا اتابع عشان اسلوبه نكاته عشان شخصيته لما تتصادم مع اللعبة كيف تطلعلك ميكس رهيب بين محتوى خفيف تقدم اللعبة ومحتوى كبير يقدمه صانع المحتوى بشخصيته بشكل عام نحن نستمر مع مينكرافت ورغن يورجن اترجى اوه انه هنا فكرة هل تفتح من لذلك انا اكثر من هذا هل انت تذكرت محتوى كيف تخرج من خشمي وخشمك الخلاصة بالنهاية اغلب الكلام انه لذكرتهم لا يجاوب على السؤال ولكن ممكن يعطيك تصور كامل عن الموضوع ويعطيك فكرة عامة بحيث ممكن تتبادر الاجابة في ذهنك أو أنت تشكلها في ذهنك وبرضه الكلام أغلب من رأيي يعني ومئة بالمئة فيه مليار شخص تاني رح يختلفون مع كلامي كلامي ما هو الحق استغفر الله يمدروا شو اسمه وهذول المليار شخص ممكن يفضلون أشياء ثانية بمقاطع الجايمينج أنا ما اتطرقت لها أو تكلمت عنها وصدقوني أن ركست على الكلام هذا اللي ذكرته بالسبب أني أحس أنه محور مرة لكل شخص يسوي محتوى جايمينج أو يسوي مقاطع جايمينج المقطع اللي ذكرته بالبداية اللي قلت أنه إجابة على سؤالي مع أني ما حس أنه إجابة أحس أنه بيطلع شكل مرة غضط عندما تتعلم في فورتنا و تتوقف أن تتوقف كثير من الناس يجب أن تكون جيدا في المساعدة و هذا يأخذ الكثير من الواقع أن يكون محور و ليس محور هو محور كل مهم تسانسنا بتاعتو المقطع عارف مدري حسي قصير تحسي قصير إذا أعجبك أعجبك و سلو سبسكرايب و انشر المقطع و إذا ما أعجبك أحضر دسلايك و اكتب لي في الكومنت له و أشوفكم إن شاء الله بمقطع ثاني صيون الله